اللهم ربنا لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد إذا رضيت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد يا ربنا على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملئ الأعلى وفي علين اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك فاقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعذ من عاذيت ولا يذل من وليه تبارك ربنا وتعاليه تبارك ربنا وتعاليه فلك الحمد يا الله على ما أنعمت به علينا وأوليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وفعل يقربنا إلى النار اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا إلهنا إلهنا عبادك ببابك واقفون ولقرمك راجون ولمغفرتك مؤمنون اللهم أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد لا ندلك يا إلهنا يا إله الأولين والآخرين ويا سيد الأولين والآخرين يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وانقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب اللهم يا فرج الهموم ويا كاشف الغموم اللهم فرج همنا واكشف غمنا واخذ الدين عنا برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار واصرف عنا الشرور والشرار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار واصرف عنا الشرور والشرار اللهم لا تعذبنا فإن جسادنا لا تقوى على النار إن عذبتنا فبعدلك وإن عفوت فبفضلك فتفضل علينا اللهم تفضل علينا إن عذبتنا فلن ينعنا منك مال سبحانك فأجرنا إن عذبتنا فلن يجيرنا منك مجير فأجرنا من النار يا مجير اللهم إنا جسادنا لا تقوى على النار إن عذابك لواقع ما له من دافع إن لم ترحمنا فارحمنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وجميع المسلمين يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا حسن التجاوز اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل يا رب تحت الستر ما يرضيك اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك اللهم استرنا على وجه الأرض وارحمنا تحت الأرض ولا تخزنا يا ربنا يوم العرض اللهم لا تضحنا بين خلقك بخطي عمالنا اللهم لا تضحنا بين خلقك بخطي عمالنا إلهنا هذا مقام العائد بك من النار اللهم اعذنا اللهم اعذنا استعذنا بك فاعذنا واجرنا من النار واجعلنا من أهل الجنة مع الأبرار اللهم إنا ندعوك دعاء من أتى لرحمتك راجيا اللهم إنا ندعوك دعاء من أتى لرحمتك راجيا ولكتابك تاليا وعن وطنه نائيا ولصلاته مؤديا اللهم فاستجب دعانا اللهم إنك عفو تحب العفو فافو عنا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فافو عنا اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم إن كنا لتنا أهلا لرحمتك فرحمتك أهل ينتنا لنا اللهم ارحمنا واغفر لنا جنوبنا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعفو من نيرانك اللهم اعذ علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين ولا تجعلنا فيه ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين اللهم يا معزى عزى الإسلام والمسلمين ويا مذنوا ذنى الشرك والمشركين اللهم انصر إخوانا المسلمين المستضعفين في كل مكان على أعدائك أعداء الدين اللهم عليك بالظالمين عليك بأعداء الدين اللهم عليك بالظالمين وأعداء الدين اللهم كل إخواننا معيلا ونصيرا اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء اللهم احفظ بلادنا وجميع قلدان المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم كن لنا معينا ونصيرا يا من قلت ادعوني أستجب لكم فها نحن يا ربنا قد رفعنا كفة ضراعة إليك وها نحن يا ربنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل لهم على نبيل محمد وآله وسلم